بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت هو يوم أصحاب السعادة المقبلين على الزواج أو المقبلين على السعادة بأنهم بيجددوا حياتهم الزوجية مرة تانية فتعالوا نستمر في رحلتنا في تمهير الزوجين عشان نقدر نوصل إلى الترقي في سلم السعادة الزوجية من التوافق الزواجي إلى الرضا إلى السعادة تعالوا نشوف النهاردة من خلال رحلتنا ومحاولتنا للوصول للسعادة الزوجية اتكلمنا عن عدة مهارات للزوجين ومحتاجين أن احنا نكمل تعلمنا لهذه المهارات عشان نقدر نواصل حياتنا الزوجية وتكون مليئة بالمواد والرحمة والألفة والأمان كمان النهاردة نتكلم عن مهارة مهمة بيخفل عنها كثير من الأزواج وهي مهارة قد تكون غريبة على بعض الناس هو التعبير عن الزات إزاي نعبر عن زواتنا المهم التعبير عن الزات ليه؟ لأن التعبير عن الزات ده أحد أهم أسباب التوافق الزواجي واللي بيقول عنها علماء النفس توكيد الزات يعني أحد مفردات توكيد الزات هو التعبير عن الزات وتوكيدي الزاد مفردة من مفرداته التعبير عن الزاد وهو قدرة الشخص على انه يعبر تعبير مناسب وملائم من ناحية اللفظية ومن ناحية السلوك عن مشاعره وافكاره واراءه تجاه الاعلاقات اللي بيعيشها اللي بتشمل الاشخاص والمواقف وكل شيء حوله وخاصة لما بيكون بيطلب بحقوقه اللي بيستحقها ويحاول يعمل كده من غير ما يكون لا ظالم ولا معتدي هو ده التعبير عن الزاد لازم نعرف ان من خلال عملي في مركز الإرشاد الزواجي بدر الإفتاءة المصرية انا اتعاملت مع حالات كتيرة من المتزوجين بس لاحظت شيء مهم جدا 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 بيشترك فيه الأزواج والزوجات الرجال والسيدات على حد انسوا ايه هو اني اكتشفت ان الرجالة بتتكلم لغة غير لغة الستات انا عارف ان الكلام ده مكتشف بس انا شفته عيانا شفته ازاي الستب لما بتتكلم وتعبر عن مشاعرها الزوج بيبقى حاسس هي مكبرة الموضوع كده ليه وزوج لما بيعبر عن احتياجاته هي بتقول ما كل حاجة قدامه هو فيه ايه فلغة المرأة غير لغة الرجل وده اللي بيخليني ببعض الاحيين بقولهم ان انا بشتغل مترجم بترجم ستاتي للرجالة ورجالي للستات وبيبقى الاتنين محتاجين في الحقيقة الزوجين في بعض الاحيين حاجة بنستلح عليها اسمها محو الأمية الزوجية وهنا هتظهر اهمية المهارة اللي بنتكلم عليها النهاردة وهي مهارة التعبير عن الزوج فيه كتاب مشهور ظهر في التسعينات كتاب لكاتب كان طبيب نفسي اسمه جون جراي اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزوج بيحاول يعطي بعض المفردات اللي ممكن تمثل دليل لفهم كل طرف المرأة والرجل الزوج والزوجة ازاي داروا يفهموا بعض بس هنا بيقابلنا تحدي عند الزوجة بيخليها ما تتعملش بالمهارة دي في أغلب الاحيين احنا هنشوف التحديات ايه اللي بيخلي الناس ما تتعملش بالمهارة دي لحظوا ان الرسول اللي عليه الصلاة والسلام كان بيبين اهمية المهارة دي وبيقول للسيدة عائشة اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخطة اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني صاخطة واذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية يبقى رسول الله بيقول لها انا فاهم لغة وانا شايف ان حديث رسول الله سلم لما السيدة عائشة راحت متصرفة تصرف وكسرت صحفة السيدة حفصة رسول الله سلم راح فهم وترجم اللي عملته السيدة عائشة فقال غارت أمكم يبقى احنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا 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 اني انا لما بقول لهم اني انا بشتغل مدرجم دي حاجة مهمة جدا 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 ولذلك الستات ليه ما بتحبش ما بتقدرش تستخدم المارة دي لان هي عندها عبارة مشهورة بتقوله انت لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك هي عايزة تقول ايه هي عايزة تقول انا حاسة ان انا لو لو انا عبرت عن ذاتي انا كده احس ان انا برخص نفسي لان برضو العبارة التانية اختها بقى وكاين العبارتين دولا بينزولوا بعض انت لو كنت مهتم كنت عرفت والاهتمام ما بيتطلبش طب ليه الزوجة بتعمل كده لانها بتظن ان تعبيرها عن نفسها وعن احتياجاتها ومشاعرها بيقلل من كرمتها وبيخليها ايه انا اسف يعني تباني ان هي رخيصة انا اسف عن التعبير ده بس هي بتقول كده ان هي تباني ان هي رخيصة في عين زوجة وبالتالي زوجة تبتدي تكتم جواها كل الكلام اللي المفروض تقوله عن مشاعرها ومش بتقوله وبتحوله لتراكمات سلبية وتظل التراكمات دي تزيد وتخلي العلاقة الزوجية تزداد صعوبة وتزداد الجفوات وتزداد الفجوات كمان ويوصلوا في بقى كتير من الاحيين الى الخرص الزواجي الحالة دي بتفكرني بجملة اللي كاتبوا الشعر جبران خليل جبران بيقول ايه بين منطوق اللي لم يقصد ومقصود اللي لم ينطق تضيع الكثير من المحبة لما الانسان ما بيعبرش عن المحبة ورزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده مش مع الجيران ولا مع الناس في الشغل ولا مع الناس في الشارع اهم حاجة مع الزوجة لما الراجل جاء قال للرسول الله صلى الله اني لا احب فلان قال وهل قلت وهل اخبرته بذلك قال لا قال اذهب فاخبره يعني اجري وروح وراء اقول له والزوج كمان ممكن ما يعبرش كمان عن ذاته اللي انه متصور ان يتصرفه ده انا اقص من رجل تقول الراجل اللي بيقول بحب ده ده راجل خرع انا اسف يعني هم بيقولوا كده بيجوا بيقولوا لنا كده وان الكلام الكتير دوت من صفات الستات وانا مش عايزة من صفات الستات ويبقى من اهم اسباب عدم التعبير عن الزات الخوف من ظهور اختلاف الشخصيات بين الزوجين مش عايز يعبر عن حبه ولا عايز يتكلم ولا يعبر عن ذاته ولا يعبر عن مشاعره مش عايز يعبر عن شخصيته لانه خايف ان هي تفهم انه هم اللي اتنين ما ينفعوش لبعض وبالتالي يحصل عدم القبول وده بيكون اكتر عند السيدات فتجد الزوجة مثلا عشان تكسب قلبه وتكسب قبوله وحبه وتبقى اكثر طاعة ليه واكثر بعد عن فكرة التمرد ووقات الشريك بيخاف يقول لا على حاجة الشريك وطالبها منه حتى لو ما كانش قادر يقدمها عشان يفضل في عين الشريك ان هو الشخص المضحي المتفاني انها يفضل ضحيتها نايا عشانه وبيتوقع ساعتها ان هو الشريك الحياته هيكافه اعلى ده لكن في النهاية ممكن شريكه يقوله وانت كنت عملتلي ايه يعني زيادة عن اللي يعمله اي شخص اي زوج او اي زوجة وانا ما طلبتش منك ده انت اللي كنت حابب تعمله وإيه اللي حاصل فتحصل فجوة وده شيء على فكرة لما بيحصل الشيء ده إيه اللي يحصل بيهلك الناس ويهدر حقوقهم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ينبغي لمؤن ان يزل نفسه بتعرض بإيه اللي يحصل يتعرض من الملأ لما لا يطيق وهنا فيه شيء مهم جدا اننا نقول ان التعبير عن الذات حاجة في غاية الاهمية وفي غاية الضرورة وليه فوايد لا تعد وراءة تحصى اولا بيعزز الثقة بالنفس وبيخلي الشخص منفتح على خبرات مختلفة يقدر يتعلمه وصحته النفسية بتكون افضل تخيل كده لما تعبر عن ذاتك بتحس ان انت انسان وليك وجود والشخص اللي قدامك لما يسمحلك بده تحس انه هو بيحبك وعلاقاتك الاجتماعية بتبقى انجح وعشان نقدر نعبر عن زواتنا ممكن نعمل خطوات تالية والخطوات ديت هي الخطوات بتاعت مهارة اللي بتخلينا نوصل الى مهارة التعبير عن الذات اول حاجة اول حاجة هو نركز شوية واللي بيحبوا يكتبوا ورايا يبتدوا يكتبوا المبادرة بالتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وعن احتياجاتك لشريك حياتك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال بادروا بالاعمال والمبادرة هنا حاجة مهمة جدا جدا المبادرة هو شكل من اشكال ان تكون عونا لاخيك على الشيطان ونفسه لان في بعض الاحيين لما بتسيب الاخرين وهم بتعبرش عن ذاتك بتسيبهم وهم يترجموك ويقولوا عنك اللي هم عايزينه فلذلك انت لما تعبر عن ذاتك انت بتكون عونا لهم على شيطانهم وعلى نفسهم الامر بالسوق يبقى اول حاجة ان تبادر بالتعبير عن نفسك وان تبادر التعبير عن مشاعرك لان ده شيء مؤمن ولأ وتذكروا حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم قال اخبرته قال لا قال فاذهب شوف الفعل اذهب يعني مش روح له في اي وقت لا اجئ روح وراه عشان تلحقه ويقوله ان انت بتحبه يبقى على طول لما الزوج يحب يريد يعبر عن مشاعره ومقصود هنا مش بس المشاعر دي انه هو يعبر عن المشاعر دي بشكل واضح تاني حاجة انه هو يصارح يعني ايه يصارح ولازم اقول هنا شيء مهم جدا انه فيه فرق ما بين المصارحة والمجارحة انك تكون واضح المشاعر وواضح التعبير مش معنى كده ان انت تجرح اللي قدامك لكن لازم تبقى صريح وما تخافش من التعبير عن ما تريد ولا ما لا تريد من شريك حياتك لان الصراحة والوضوح هو اقرب طريق للوصول الى التوافق وسيدنا انس ابن مالك قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله اني لا احب هذا الرجل قال هل اعلمته قال هل اعلمته ذلك قال لا قال فقم قوم فاعلمه قال فقام اليه فقال يا هذا والله اني لا احبك في الله قال احبك الذي احببتني له لازم نعمل الكلام ده في البيت الكلام ده مش بس لاخوك في الله مرة من الحاجات اللطيفة واحدة بتقول له انت ليه ما بتقول ليش يعني بحبك في الله قال لا الحديث جيه ان انا اقول ده لاخويا في الله قالت له اعتبادني اختك في الله يعني ايه عايزة من شدة اشتياقها لتعبيره لها عن حبه ان هو يعبر وده بيتأكد اكتر في حق الزوجة عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل شوف حضرة النبي بيعبر عن ما شعره ازاي ويا سلام على السيدة عائشة لما تسمع ده يقول له من احب الناس اليك يقول عائشة وعشان كده رسول الله عليه وسلم بكل وضوحه بكل صراحة يعبر عن حبه صلى الله عليه وسلم لازم تتعلمه ده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان الحاجات دي مهمة يبقى اول حاجة تبادر تاني حاجة تصارح يبقى تبادر ما تتأخرش تصارح تبقى واضح في التعبير والله انا كنت عايزة اقول لك حاجة ويعني ونفسي تحسيها يا سيدي اقول انا عايزة اقول لك حاجة ونفسي تقدرها بلاش المقدمات السلبية اقولوا اتكلموا الراجل راح قال له اني لأحبك في الله على طول كده بحبك على طول كده بسهولة بصراحة تاني حاجة انا ما اتبسطتش من الصوت العالي بصراحة كده عبر انا ما اتبسطتش على الصوت العالي ده واتكلم عنك انت ما تتكلمش متقولش لحد شخص انت سيء لكن قول انا ما اتبسطتش من الصوت العالي تالت حاجة ان احنا نحرص على التواصل المعبر عن الزات بوضوح نحرص يعني ايه يعني ما تنتظرش ان التواصل يجي انت اللي تروح يعني ايه ما تعتمدش ان شريك حياتك هيفامك بدون نتعبر بلاش الطريقة دي يعني انا مش مع مسألة القاعدة اللي فيها الستات تترك التواصل لانه لو مهتم كان عرف لا هو مهتم بس هو ما بيعرفش لغتك يبقى انت لازم تعلمي لغتك يبقى ولذلك اول حاجة بنعلمها للمقبلين على الزواج وهي المهارة دي ان انتوا عودوا تكلموا مع بعض على الاقل كل يوم نص ساعة ودوة الحرص على التواصل الفعال بيخلينا نتخلص من سوق الفهم ودايما نخليك حريص ان انت الاشياء اللي بتتفهم غلط ان انت توضحها والمفاهيم لان الناس بتدخل الجواز بستيريوطايب بمفاهيم مغلوطة بمفاهيم مغلوطة عن الزواج وعن الرجالة وعن الستات فاحنا محتاجين ان نتواصل تواصل فعال عشان نعمل تخلية ننظف ده ونعمل ايه ونعمل كلام حلو ان الحسنات يزيبنا السيئات رابع حاجة لازم نبين وانحنا بنعمل الكلام ده ان احنا متقبلين شريك حياتنا ونقرر ان نفتح عليه ونعبر بحرية دايما ولابد ان احنا نتقبل كلامه وما نتسرعش بالحكم عليه او السخرية منه او السخرية منه او من مشاعره او من احتياجاته وبلاش فكرة انت كل وقت لازم تكون بتقول كلام فيه زعل ما هو لازم يكلمك وعشان كده سيدنا عبدالله بن رواحة رضي الله عنه بكى فبكت مرأته فقال لها ما يبكيكي قررت رأيتك تبكي فبكيت قال اني انبقت وانني وارد واني صادر يعني ايه لحصل هي تفاعلت معاه ده بيحق بيشعر الشخص اللي معاك ايه ده ده كأنه أنا عندي قلب غير قلبي ممكن القلب ده تيجي لي منه سعادة ان احنا الاتنين امتزجنا وان احنا الاتنين بقينا حس واحد رقم خمسة وفر الوقت المناسب عشان تستمع باهتمام لشريك حياتك كتير من الازواج بالذات بيتحججوا بضيق الوقت انهم ما عندهمش وقت دايما في الشغل اوه في حد كان اكثر شغلا من رسول الله رسول الله مشغول بالامة كلها وكان سامع السيادة عائشة ويبتحكي عن حداشر قصة للزوجات والازواج وفر لها وقت وان شريك حياتك كتير الكلام ده بيوصل لتوافق فحاولوا انكم دايما ترتبوا اوقاتكم بما يسمح لكم بالتواصل جيد والسماع الزوج الجيد والزوجة الجيدة اللي ودانه اطول من لسانه اللي بيسمع اكتر ما بيتكلم وبكده شريكك هيكون حاسس ان كتر كلامه مع كتر كلام هيحس بالامان وان كتر كلامه بيقضي على التراكمات اللي ممكن كانت تحصل وانلي يحصل وتتعودوا على التواصل وتعودوا على ان مفيش حاجة بيتخاف منها وان انتو الاتنين سترواطة على بعض رقم ستة بقى وده شيء مهم جدا الحفاظ على خصوصية شريك حياتك وده مهم جدا 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 عشان يقدر كل واحد فينا يعبر انا دايما بقول اهدار الخصوصية يكتم خصوصية شريك حياتك ولما تهدر خصوصياتك وانت كمان لازم تحافظ على خصوصياتك انا ما بشوفش ان الحب يضيع الخصوصية بل الحب يحترم الخصوصية يعني يحترم علاقتك باهلك ويحترم علاقتها باهلها يعني السمات المميزة لكل واحد فينا لابد ان هي تراعة ومش محتاجين نغير السمات المميزة اللي بتخلينا لان احنا مش محتاجين نبقى كربون من شريك حياتنا وده لا يعني الامتناء عن تطوير الاداء الزواجي والتخلص من العوب المزعجة لشريك الحياة رقم سبع عايزين نشجع بعض دايما ان احنا نعزز ثقاتنا بنفسنا كل واحد فينا يعمل الكلام ده عن طريق كلمات التحفيز والامتناء عن كل حاجة حلوة بنعملها وده شيء مهم جدا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر للسيدة عائشة يشكر للسيدة عائشة وكمان يشكر على الملأ ويتكلم عن الملأ على الملأ كمان على متحاه لا تحدثوني عن عائشة فإن الوحية كان لا يأتيني إلا وأنا في حجريها يا سلام يبقى رسول الله عليه وسلم بيعززه وبيحفز في شريك حياته رقم كمان اللي رقم بعد كده اللي هو رقم تمانية التعبير عن الحب بالتلامس الجسد يعني ايه انت بتعبر عبر بالحب عن الاحتضان التقارب انت تعودوا جنب بعض الكل مشاعر الاحتواء انت وخارج وانت وانت وراجعة على طول لابد يكون فيه عملية احتواء لان دوت بيزود التعبير عن الزات لما الواحد يحس ان هو مطمئن لما يحس ان هو في أمان بيعبر عن شريك حياة بيعبر عن ذاته بحرية آخر حاجة لازم نتكلم عنها واحنا بنتكلم عن ده بنتكلم عن حاجة مهمة خالص 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 ان انت عشان تقدر تتكلم وتعبر عن نفسك لازم لما تعبر عن نفسك تجد الشخص اللي قدامك بيحاول يتعرف عليك مش بيحاول يحكم عليك كل ما شيرك حياتك حاول يتعرف عليك وانت حاول تقول كلام واضح ما فيوش اي نوع من انواع الابهام ولا نوع من انواع الايحاءات ولا نوع من انواع الربط باشياء ممكن ما يكونش متذكرة شرك الحياة اذا تعودت ان انت تعبر عن نفسك وعن ذاتك بهذه الطريقة او عدك انت اتبقى عرب وهتبقى حب وهتبقى حن وهتلاقي صدر حنين ومش بس هتراقي صدر حنين هتلاقي حد دايما بيفهمك طول الوقت لو عايزين شركاء حياتكم يفهموكم لا تتوقفوا عن تعبركم عن زواتكم لان تعبركم عن زواتكم ما يخضش لكن يقرب المسافات ويردموا اي فجوة ويخلينا دايما في حالة توافق وينقلنا الى الرضا ومنه الى السعادة يا رب جعلنا دايما نعبر عن زواتنا بغير خوف وفي امان مساعدوا ازواجكم مساعدوا زوجاتكم انهم يعبروا عن زواتهم لان ده من اكبر حبال الله سبحانه وتعالى الوسيقة التي جعلها في الزواج يا رب الهي من الرشد وجعلنا ممن يعبرون عن زواتهم بغير مجارحة ولكن بمصارحة حتى نصل الى السعادة يا رب العالمين يا سيدة بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى اسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم من مباركة ومنخصصها وقت عشان نجيب عليها وتفضل جسر مفتوح بنا وجسر ممدود عشان نتواصل وتظل مجالس العلم مذكورة في الملأ الأعلى عند مولانا سبحانه وتعالى بفضله وبمنه ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ونأخذ أول سؤال من أسئلة حضراتكم من الأستاذ أحمد أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا جميل الله يعز حضرتك وأستاذ أحمد أنا لها سؤال واحد بس أن الصلاة في المسجد ب27 درجة صح والصلاة في المسجد لا 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 ما خلينا بس أقول لك صلاة الجماعة ب27 درجة وأنا أشرح لك الحاجة دي خلينا أخذ السؤال بتاع حضرتك وبعدين أقول لك أشرح لك المسألة ماشي وبعدين إحنا إحنا دلوقتي الصلاة في الحربي المكي بمئة ألف صلاة طيب ليه هنا قال درجة وليه هنا قال عدد صلاوات وهل عدد الصلاوات دي تغني عن بعض الصلاوات الفائتة طيب عجابة لحضرتك سؤال لطيف مع حضرتك الله يعني أستاذ أحمد خلينا نقول بس إن صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفز ب27 درجة يعني صلاة الشخص في المسجد منفردا صلاة الجماعة في المسجد بتفوق 27 درجة صلاة الفرد لوحده في المسجد كمان زي ما صلاته في البيت مع أهل بيته بتفوق صلاته في البيت لوحده ب27 درجة لكن الصلاة في المسجد هي أفضل بقى ليه؟ عشان السير في المسجد وعشان يزداد السواب كمان بكسرة الجماعة وكمان الله سبحانه وتعالى يعطي ثوابا على اقبال على المسجد ما لا يعطيه على الصلاة في البيت كل ده يعني هي المقارنة بين صلاتك في المسجد وصلاتك في البيت لا المقارنة اللي وهو 27 درجة هي المقارنة ما بين صلاتك منفرد وصلاتك في جماعة لكن صلاتك في المسجد أعلى ولو صلت في البيت جماعة بتبقى أعلى منها صلاتك في المسجد جماعة بلا شك يبقى صلاة المسجد أعلى لوجود الجماعة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد دي مهمة جدا 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 وكمان اللي بيسير إلى المسجد خطوات وإحتها تحط خطية والأخرى ترفع درجة ولذلك أنت وماشي في المسجد أنت وماشي في المسجد رسول الله أمرك أن أنت تمشي بإيه؟ بتؤدة ليه؟ وكأنك تتذوق حلاوة هذه الرحلة التي تخسلك وترقيق فلازم نفهم كل الأبعاد دي وإحنا بنقارن ما بين المسجد وما بين الصلاة في البيت وصلاة الفرد وصلاة الجماعة ليه بقى في الصلاة في المسجد الحرام؟ ليه خلها بمئة ألف صلاة؟ لأنه في الحقيقة ما بيقارنش ما بين درجات هو بيقارن ما بين مكانة الصلاة في الحرم ومكانة الصلاة في أي مسجد آخر أو في أي صلاة أخرى وهذا يجعلك تفهم أن ده المسجد لا يتعامل مع الدرجة ولكن يتعامل مع الصلاة سواء كانت ب27 درجة أعلى من صلاة الفرد أو بأي شيء لأنه قلنا أن الصلاة في المسجد أعلى من صلاة الجماعة طب عشان يبين لك أن صلاة المسجد الحرام دي صلاة في أعلى درجات التفضيل في الصلاوات فقال لك أن هي أفضل من الصلاة مش بيتقاس بالدرجات وعشان كده عشان يبين لك المكانة دي سواء بقى كانت الدرجة دي 27 درجة أو كانت درجة لا ده هي أفضل من الصلاة اللي هي ب27 درجة فبتساوي مئة ألف صلاة وده أعلى ما يعطيه الله سبحانه وتعالى العبد فيه ما يتعلق بالصلاوات إذا نظرنا إلى قدسية المكان أرجو أن أنا كنت وضحت لحضراتك فهنا القياس مش بالدرجة لأنه هو هنا التفضيل لمطلق الصلاة وليس التفضيل في المقارنة ما بين صلاة وصلاة لا ده بيان مكان هذا المكان المبارك وهو الحرم وعشان كده كانت بتقاس بالصلاوات مش بالدرجات أستاذ أمم مجدي تتفرضل من الشرقية أستاذ أمم مجدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا بحب البرنامج بتاعك أوي يا شيخي ربنا يحفزك ربنا يكرمك ويزيدك نور وبركة يا رب أنا مش أغل من وقتك كتير سدالي بس عايزك تقول لحاجات في الدين عسان أنا تعبانة نفسية إيه إيه اللي تعبك؟ مين اللي جاي عليك؟ أنا تظلمت الكير قوي من يتحى ولي وأقرب الناس يدي ولكن أنت ربنا سبحانه وتعالى لا يظلمه ربك أحدا بس ربنا سبحانه وتعالى عدل وربنا أنت في حمى ربنا وفي كرم ربنا وبعدين رشت تجوزت ابن عمي يعني هو هو ابن عمي ابن عمي العمي يعني رحوا تجوز علي واحدة تانية بس أني ربي سب نصيبي يعني والتحمد لله عشان معي أربع أولاده وكده طيب بس في انت ظلمت من عمي المفروضي حميمي حلفنا عن مصحف ومش عارفة يمين المصحف ده فأني مش ريات فيه وحاجة أنا مع ملتهاج طيب يا حاجة حاجة بممجدي وليلي بس اسأليني سؤال عشان أساعدك فيه واسأليني سؤال انت عايزة تعرفي ايه اللي ممكن يهديك في الحالة اللي انت فيها دي اعرف اللي هم بالملوفي ده ايه أخذته معه يعني طيب اقول لحضرتك يا حاجة بممجدي اقول لحضرتك بس حاجة بممجدي الناس في تصرفاتها ربنا عيحسبها على كل فعل لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم والظلم وظلماته يوم القيامة وامر للناس انهم ما يظلموش بس انا بكلم حضرتك مش بكلم اللي ظلموك اللي ظلموك يا الظلم وظلماته يوم القيام الله سبحانه وتعالى وهو الملك وهو اذا فعل اي شيء لا يكون ظالما يعني الله سبحانه وتعالى لن يكون ظالما لأحد لأن الملك ملكه فليس فعل الله فيه ظلم ولكن الله سبحانه وتعالى قال فيما روى حضرة النبي عن رب العزة ماذا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة ألا فلا تظالموا يبقى ايه اللي حاصل يبقى اللي بيظلم أخاه بيرتكب كبيرة ويبقى ايه واللي مرتكب الكبيرة ده يبقى في ماذا في مشيئة الله انشاء عذبه وانشاء غفر له يعني الظلم ده من الزنب زي موئية الزنوب تروح بالاستغفار ده يفضل معرق لازم أستغفر واجب علي ان انا استغفر ويفضل متعلق في رقابك فبقول لكل اللي ظلموك اتقوا الله سبحانه وتعالى اما انا بكلم حضرتك بقى بقولك ايه بقولك ان انت لابد تنظر لحياتك النظرة تانية رابد لابد توسعي حياتك وما تخليش الناس اللي بيحبوك هم كل حياتك العمر التاني انت بتقولي ايه اخرتها اخرتها ان انت فلط في ربنا يا حجام مجدي انت هو قدرت تشوفي حاجة وتنتفع بيها ولسه بتتقل الله ولسه بتصلي ولسه عندك اخلاق ولسه عندك قيم دي نعم فيه ناس مش لقينها فلذلك انا عايزك تعملي ايه ما توقفيش حياتك على حد ولازم توسعي حياتك المعنى كده بقولك ان انت ما تكمل لا تكمل الجواز بس انت لازم تتوسعي حياتك لازم تشوفي اشياء جديدة وتحطيها في حياتك وتوسعي حياتك لان داوة اللي هيخرجك من الكآبة اللي انت فيها ومن احساس المظلومية اللي انت فيها دي وايخلي حياتك احسن وافضل ان شاء الله واستاذة مننا تتفضل واستاذة مننا تتفضل تقولي الله لا يرضيكي الله لا يفراحك الله لا يسعيدك ايه لا شوفك مسدولة لعمرك وانت علاقتك بيها زي السامنة على العسل ولا لا لا طب ليه بقى بسبب ان هي من صغري ابتدعي علي وده عمل فجوة بيني وبنا طب ليه على اي حاجة هي ابتدعي انت بتنقري معها او بتنقري انت معها صح او طب اقولك تعملي ايه واقولك تعملي ايه عشان تتجنبي دعوات اول حاجة انت لابد ان انت تتوقف عن منقرتك مع مامتك لان ممكن منقرة دي في بعض الاحيين تجرك لعقوق الوالدين فلازم تتوقف عن منقرتها الامر التاني ادعي الوالدتك قدامها كتير ادعي لها كتير ادعي لها كتير ادعي يا سيادة من الاشياء اللي بيعملها بيطيب القلوب فادعي لها ربنا يخليكي لي ربنا يوسع عليك ربنا يبريك لي فيك ربنا يحنن قلبك ربنا يخليكي دايما في صحة وفي عفية بس انا عارف ان انت بتقولي ده تقيل علي زي ما انت كنت تقيل على مامتك وانت في بطنها تسعة تشف وقضى ربك قال لا تعبده الا اياه وبالوالدين يحسان لازم تكوني كده ولازم تقبلي ده ولازم تكوني افضل ولازم تكوني احسن يا سادة نلتقي بكم على خير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسع علينا وان يقبلنا وان يفتح علينا فتوح العارفين يا رب اقبلنا واسع علينا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اقبلنا في كل وقت وحي اقبلنا في كل وقت وحي